أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة من رؤية للحرب على قطاع غزة وعدواني الاحتلال على القطاع سنتحدث في ثلاثة محاور ليلى وحديثنا سيكون عن شهر على العدواني على القطاع وماذا بعد في الأول والثاني قراءة عسكرية وفي الثالث ننظر إلى تطورات سيسية في القطاع من موجة نظر عالمية في الأول شهر على أحداث قطاع غزة ماذا بعد؟ بالحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الوزير الأسبق دكتور محمد أبرمان مساء الخير أهلا بك كما أرحب بالخبيل للستراتيجية دكتور إبراهيم العبادي دكتور إبراهيم أهلا بك أهلا بكم مساء الخير دكتور محمد 31 يوم اليوم سبعة الشهر وسبعة الشهر الماضي كان يوما نستيقظنا فيه على عملية طوفان الأقصى اليوم نشهد عدواناً للاحتلال على القطاع على كافة الصعوب سياسياً اقتصادياً اجتماعياً إنسانياً لا رأفة في قطاع غزة برأيك تقييمك ال 31 يوم بداية وإلى أين ستتجه الأمور؟ إلى أين ستتجه الأمور بداية محمد من الصعب الحكم ما في حد اليوم يستطيع أن يعرف إلى أين ستتجه الأمور لأنه المسألة مرتبطة بما يحدث في أرض الميدان عسكرياً وعسكرياً لا أزعم أنه عندنا الخبرة العسكرية ولا حتى أنا أتابع بشكل قريب جداً أغلب المحللين العسكريين والأمريكان والعرب والإسرائيليين وفي مقالات هائلة يعني كتبت في الموضوع ما تزال هناك آراء متفاوتة جداً في تقييم الوضع الميداني العسكري الحالي وإن كان هناك فيه يعني أفكار رئيسية في الموضوع فالنتائج إلى أين سنتجه ترتبط من سينتصر في هذه الحرب هل ستستطيع حركة حماس السمود والبقاء والاستمرار وبالتالي بنصير إحنا أمام سيناريو مختلف تماماً مش فقط في السياسات الفلسطينية في السياسات الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية بشكل رئيسي ولا لا قدر الله ولا سمح الله استطاعت إسرائيل تحقيق جزء كبير من أهدافها سواء باجتياح الجانب الشمالي من غزة وتصغير قطاع غزة وتضرب قيادة حماس وإنهاء حكم حماس مثل ما هو المعلن وبالتالي أيضاً نحن أمام سيناريو مختلف تماماً في الاتجاه للسيناريو الأول ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية وفي المنطقة وفي العالم هذه الحرب الإبادة التي تحدث منذ شهر بالتأكيد لا تبدأ ولا تنتهي عند حدود غزة يعني هي ستكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة بشكل كبير على المنطقة منطقة الشرق الأوسط وبشكل أكبر بالتأكيد على القضية الفلسطينية نعم أسمع وجد نظرك دكتور إبراهيم تحياتي لكم يعني تقديري بأن المنطقة برمتها وليس قطاع غزة بشكل محدد يختلف ما قبل 7 أكتوبر إلى ما بعد 7 أكتوبر وأن المنطقة كلها تتجه إلى شكل جديد وميدان جديد وعلاقات دولية جديدة وربما سيدخل لاعبون جدد إلى الحالة السياسية الأمنية والاستراتيجية على مستوى المنطقة الآن سيدي إذا بدي أعمل سريعا تقدير موقف لما حصل ما بعد 7 أكتوبر الآن إحنا بنحكي الآن هذا البداية الشهر الثاني من الحرب الآن إحنا حتى هذه اللحظة لدينا الظاهرين لاعبين رئيسيين المقاومة في غزة على جزء من الأراضي الفلسطينية ولدينا أيضا إسرائيل كقوى رئيسية مواجهة لحركة المقاومة إذا بدي أبدأ في المقاومة وعمل تقدير موقف سيدي يعني بدي أخذ بعض المؤشرات حتى نأخذ بشكل مجرد وموضوعي نعم يعني بعض المؤشرات ماذا تتحدث؟ إذا أخذنا مثلا بتقدير الموقف الاستراتيجي والأمني إذا أخذنا مثلا كثافة النيران تحسب لإسرائيل إذا أخذنا الغطاء الجوي يحسب لإسرائيل حجم التدمير والقتل يذهب بالمؤشر باتجاه إسرائيل لكن هذا هل حقق نصرا عسكريا على أرض الوقع حتما الطيران والقصف الجوي العنيف وهذه الهمجية اللي احنا بنشوفها في قطاع غزة الآن لا تحقق نصرا على الأرض لأن إذا أخذنا مؤشرات تقدير موقف للمقاومة حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم هناك نوعا ما أقول كتقدير استراتيجي بأن المقاومة لا زالت قادرة على الصمود على الرغم من مرور 31 أو 32 يوم لذا لماذا؟ هناك سيدي مؤشرين مهمين أولا أنا بهمني من على الأرض بتحرك بسرعة الآن حتى هذه اللحظة مؤشر الرد السريع يحسب للمقاومة الرغم هناك حشد كبير بحدود 350 ألف جندي إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة أيضا عندنا غير مؤشر الرد السريع القدرة على المفاجأة بدليل لأول مرة نحن نشوف المقاومة تقوم بتكتيكات الكماء وهاي ألحقت هزيمة كبيرة وعدد قتلى بالجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تجاوز الذي أحدث حالة من الرعب لدى الجنود الإسرائيليين حتى هذه اللحظة لا نشاهد هناك حربا برية شاملة ما نراه اليوم هو عبارة عن توغلات محدودة تقديري بأن هذه التوغلات تستخدم أسلوب التضليل لتحقيق عنصر المفاجأة في المستقبل أن يكون هناك حربا شاملة التقدير الموقف إسرائيل ماذا تريد اليوم من هذه الحرب فيما لو دخلت الـ 48 ساعة القادمة حاسمات أخي محمد ما بين إسرائيل والمقاومة بمعنى أن إسرائيل لديها هدف عسكر وهو قسم الفصل للقطاع غزة إلى قسمين شمال القطاع وجنوب القطاع هي الآن تبحث عن سيطرة على لديها محورين رئيسيين محور الشمال الشمال ومحور الشمال الوسط محور شمال الشمال سيدي توغلت القوات الإسرائيلية ووصلت تقديري حتى هذا اليوم من متابعتي لبعض التقارير وأنا أطلع على تقارير من خارج الأردن بتجاوزة الخمسة كيلو لأنها دخلت في مناطق فارغة مناطق زراعية شمال شمال لكن محور شمال الوسط هو الذي يبدو عليه المقاومة الشرسة من عناصر كتائب القسام والتي نرى تدخل من مناطق شارع باتجاه شارع صلاح الدين حتى تصل إلى شارع رشيد مع تقاطع شارع الشاطئ إسرائيل الآن ماذا تريد؟ تريد شمال القطاع تحول إلى منطقة معزولة بعد ما تحكم عليه الحسار تحول إلى منطقة معزولة أمنياً لإعادة السيطرة عليه الآن إذا أخذنا مؤشر آخر وهو الهجرة والنزوح بالنسبة للغزيين سيدي قبل ثلاث أسابيع كنا نتحدث عن نسبة 300 ألف سكان شمال القطاع مليون تقريباً مليون ومئة ألف قبل ثلاث أسابيع بداية الحرب كنا نتحدث عن 300 ألف اليوم سيدي أنا تقديري بأن هناك مؤشر خطير جداً اليوم نتحدث عن نسبة الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوب تجاوزوا 700 ألف من نسبة المليون ومئة ألف إذن نسبة كبيرة الآن هؤلاء يتجمعوا في الجنوب الظرف المعيشة في الجنوب لا يحتمل فهذا ربما يشكل قنبلة سكانية تنفجر في المرحلة المقبلات نرقصف في الجنوب كمان بمعنى أنه أول إشي تنظيف الشمال وواضح تماماً أنه هناك تصورات عرضت لتهجير إلى سيناء وبدأ التمهيد من الآن لمسألة أنه والله لدواعي إنسانية أو لأسباب إنسانية هل نستطيع منع الغزيين من الذهاب إلى سيناء أو أنا أقول لك بصراحة من الآن لا تستطيع إنك أنت بسبب الدواعي الإنسانية إنك تمنع الناس من الدخول إلى سيناء حتى أياً كانت المبررات الأمن القومي وهون بتصير المعضل الأخلاقية والاستراتيجية والسياسية حتى وصلنا أو لا قدر الله نصل إلى هذه المرحلة اللي أنت بصير عندك أنت ما في أمام دول الجوار مصر ولا قدر الله لاحقاً للأردن إذا كان هناك سيناء يشيح في الضفة ما عندك خيار إلا أنه أنت تتحط مسألة الأمن القومي في مواجهة الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية كما صار في حالات سابقة يعني سيدي إذا أخذنا السيناريو النزح والتهجير من الشمال إلى الجنوب أنا تقديري بأنه الآن إسرائيل والآن نتكلم بلغة مجردة علمية الآن إسرائيل حققت نسبة 60 إلى 70% من هذا السيناريو إذا كان هدفها تفريغ الشمال باتجاه الجنوب الآن إذا تجمع الآن نحكي إحنا ما يقارب المليونين أو مليونين ومئتين أفدهم يتجمعوا في جنوب القطاع حتماً سيكون لديها قنبلة سكانية أين ستنفجر باتجاه الحدود المصرية الآن هناك أتفق معكم هناك اعتبارات للأمن القوم المصري كما لدينا هنا اعتبارات للأمن الوطني الأردني باتجاه الحدود مع الضفة لكن هذه الاعتبارات سيدي إذا ما تفجرت فأعتقد أن لا تستطيع أن تمنع الحدود وتمنع المعابع أنت تفقان أنه لا يمكن منع التهجير ثانياً متفقين سيدينا لكن لكن الآن دعنا ندعم هذه السيناريو قبل أسبوع تقدمت إدارة بايدن بطلب تمويل ما يقارب أربع مليار دولار من الكونغرس لتمويل ما اسموها حالات إنسانية نزوح إنساني مؤقت في منطقة فيه من غزة إلى دول مجاورة طبعاً دول مجاورة ما في إدارة مصر يلا من غزة عفواً دكتور ومن الضفة الغربية من غزة ومن الضفة الغربية وإلى الأردن ومصر وذكرت ذلك بالإسم لذلك أنا بحكي أنه أنت أمام مشروع بدأ بغزة ولن ينتهي بغزة هذا هي القلق هذا اللي قدمت سيدينا في البداية لما حكيت أن الموضوع أكبر من غزة وأكبر من موضوع المقاومة وأكبر من موضوع الآن الآن سيدي بعض المؤشرات الأخرى على الصعيد الدولي الآن حقيقة وهي سيدينا لازم نعترفها بأن المقاومة من 7 أكتوبر إلى هذا اليوم أعادت القضية الفلسطينية إلى المربع الأول عالمياً على الصعيد العربي الشارع العربي الشارع الأوروبي والشارع الدولي هذا يجب أن نعترفها أعادت المربع الآن الجيل الجديد لا يعرف عن القضية الفلسطينية شيء بالأمس بقرأ الهنود الحمر سكان أمريكا عم يعملوا رقصات لدعم فلسطين إذن أنت تتحدث الآن بأن القضية الفلسطينية عادت إلى المربع الأول خلطت بعض الأوراق بالنسبة للسياسات العربية بالنسبة للسياسات الأوروبية بالنسبة للسياسات الدولية الآن بالمقابل إذا أخذنا سيدي مؤشر التحجير لإسرائيل تحدثنا عن حماس لكن بالنسبة لإسرائيل وهذا مؤشر خطير في تاريخ إسرائيل الآن لدينا ما يقارب 30 ألف حالة شخصية إسرائيلية غادرت إسرائيل نسبة 30% منهم بلا عودة هذا مؤشر أيضا في المجتمع الإسرائيلي بأنه يتجه إلى صدمة مجتمعية بلاش أقولك فيه تهجير فيه فرار من مناطق عديدة غلاف غزة فارغ الجليل الأعلى فارغ عشان نتفق نعم صحيح وإذا بقي أحد في الجليل الأعلى ممكن نقول له وقعد في بيت فضل فضل أنا يعني أنا باتفق معك أنا بعتقد هناك سياسية بعد شهر على الحرب الإبادة الإسرائيلية تجاه غزة أنا لا أرى تعريف لها غير إنها حرب إبادة حرب إبادة ولا بد من التركيز على هذا المصطلح لأنه اتجاوزنا مسألة المجازر المجزرة في مجزرتين تجاوزوا حرب الإبادة حرب الإبادة والتطهير العرقي سيط يعني هما انتقلوا حرب الإبادة المستوى أعلى منها التطهير العرقي هما الآن تطهير عرقي تمام أنا بعتقد صحيح من البداية حققت عملية طوفان الأقصى من نتائج استراتيجية في البداية كبيرة ومهمة أبرز هذه النتائج أنه ضربة السياق اللي كان موشود في المنطقة قبل طوفان الأقصى من ضمنه سياق التطبيع من ضمنه سياق انهيار القضية الفلسطينية التفكير في بداء الأخرى يعني العديد من الأمور اللي كان فيها استهانة في القضية وإلغاء حل الدولتين لم يعد أحد يتحدث عن حل الدولتين غير الأردن قابل حتى إحنا صرنا نتحدث أردنيا أنه يا أخوان فكرونا في خطة باة أنه طالما حل الدولتين مش مطروح خلينا نفكر شو في حل الدولة حل الدولة الواحدة ما هي البدائل والخيارات فكان فيه نتائج كبيرة وبالتأكيد فيه نتائج استراتيجية بدأت منذ بداية طوفان الأقصى وتحققت والآن إحنا ونتائجناك ستنتظر النتائج العسكرية وأهم ذلك أنه أنا بعتقد المنطقة العربية قبل ليست من منطقة العربية بعد لكن الآن مناقش فيك التالي طيب أنا اليوم أنا متأكد أنه في تصور الإدارة الأمريكية ولاحظنا التسريبات اللي صارت بين بلينكين وعباس نصور الإدارة الأمريكية لما يسمى عملية سياسية بعد انتهاء الحرب على غزة والحديث اللي بيتم مش فقط عن إدارة سؤال the day after بمعنى إدارة القطاع وأنا عجبني مقالة صديق الدكتور نيثان براون هو في جورج واشنطن كتب يعني أنه إذا كان هناك day after يعني بقول لك تفترضوا أنه في day after ما بعد أنا بعتقد أنه السؤال هل هناك ما بعد ولا إحنا ماشيين في بروسس أو في عملية رح تكون صعبة هناك رهانات وهناك لاعبين وهناك أطراف وهناك مصالح الآن أنا حتى لو أطلقت لو بدي أفترض لا قدر الله مرة أخرى أنه استطاعت إسرائيل تحقيق جزء كبير من أهدافها وصار فيه هناك وبتعرف أنت السياسة عم تشتغل على سياسة الأرض المحلوقة ولي بسوه كتائب القسام وحماس شيء استثنائي جدا اليوم في معادلة قوة غير مسبوقة وكنا إحنا منتأمل كمتابعين وكمراقبين وكناس أنه يكون موقف حلف الممانعة أقوى نفوذا وتأثيرا لأنه يعني في الآخر الفرصة الوحيدة كانت أمام مواجهة آلة التدمير الهمجية الإسرائيلية إذا كان له مصلحة سيدنا بالضبط ولكن ولكن كواقع واقع أنتم تحكوا عن ناعبين معنا منحكي عكا بذكرتم بأن نحكي عن ناعبين اليوم سيتغير مشهد اللعبة السياسية القرار الإيراني وقرار حزب الله وهذا القرار بعدم التدخل بشكل كبير لأنه أنا مش بلوم ولا بعث أنا بحلل لأنه عندهم قراءتهم المختلفة عن هذا إذن صفت حماس عسكريا وإستراتيجيا بدرجة كبيرة وحيدة كان هناك تعويل على الضفة الغربية وكان هناك تعويل الخلية لإنباريح قيل أنه تم إلقاء القبض عليها بتقول كرم كانت تفكر في القيام بعمليات إسرائيل صارت بعتقلة ألف ومثل واحد في الضفة الغربية إلى الآن بمعنى أنه عندها قاعدة بيانات أنه راح تلمت كل الناس اللي هي بتعتقد أنه وداخلة على الضفة الغربية بكل قوة ولأول مرة بتطلق صواريخ قريبة من الناس إذن اللي أنا بدي أحكيه أنه هناك استفراد في حماس في موضوع غزة وفي أهل غزة وأنا كنت أقرأ قبل قليل تقارير لمراكز دراسات إسرائيلية وفيه كلام خطير لأنه أنا هذا أهم شيء في هذا الكلام إيش كان إنه هذه الفرصة جاءتنا الآن ما بصير نضيحها إيش هي الفرصة؟ فرصة الترانسفير الديمغرافي كنت أنا قبل أربعة أشهر كنا مع أحد سياسي المجتمع أصدرنا تقرير كان التقرير بنقول من نتيجة لقاءات مع السبعة وستين والثمانية وأربعين ونخبة أردنية مغلق كان اللقاء فمنحذر أحد السيناريوهات المطروح كان سيناريو للترانسفير أنا أذكر إلى الآن أحد أصدقاء المسؤولين بيقول لي يا محمد ترانسفير ولو يعني أنت مين اليوم الأردن بيحكي أنه أي تهجير هو إعلان حرب بالنسبة للأردن والرئيس محمود عباس بكل جلسة من الجلسات بيقول لك لن نرحل لن نرحل لن نرحل معناته يعني ما في شيء من فراغ في شيء مرتبط فيه في شيء مرتبط بالضفة الغربية شيء مرتبط بغزة شيء مرتبط بالأردن شيء مرتبط بمصر بس النقطة أنا الشيء هذا كل ما نرى دكتور هذا كله يرتبط بالنتائج المباشرة بالنتائج ماذا سيحدث في اليوم التالي هل ستحدث عملية سلمية بالمناسبة أي عملية سلمية رح تأتي على أنقاض غزة ستكون إنهاء القضية الفلسطينية وبهذا المقال اللي كنت أقرأ وبقول لك الأنور ولم يعد لها لزوب السلطة الفلسطينية لازم نعيد تأهيلها بالطريقة اللي احنا بنشوفها مناسبة صفقة القرن التي علانها ترامبو التي رفضها الأردن ورفضها الدول سيعاد تطبيقها بطريقة أو أخرى ما بعد الحرب على غزة إذا ضل في حرب والتطبيع العربي اللي كان مش موجود رح يرجع بقوة لأنه واضح إنه إحنا مش أمام موقف عربي موحد أمام موقف عربي ملتوي في التعامل مع غزة هذا كله لا قدر الله إذا انهارت أو إذا حققت إسرائيل جزء كبير من أهدافها في غزة لذلك إحنا بنقول بقاء غزة وبقاء المقاومة مصلحة وطنية استراتيجية أردنية ومصرية وعربية لأنه البديل عن ذلك مش سلام ولا تسوية سلمية عملية استسلام رغم ذلك أنا بقول لك أنا النقطة اللي أنا بحب أحكيها اليوم أنا أعتقد وأنه كل هذا ضعوا على جال نحن أمام بعد غزة نتيجة ما يحدث نحن أمام موجة جديدة من الراديكالية نحن أمام ما هو أخطر من تنظيم داعش نحن أمام أنا لا أعتقد اليوم بعد غزة رح يكون في رح سيكون هناك موجة أخطر من الموجة التي رأيناها مع تنظيم داعش في المرحلة السابقة خطير جداً للإطار الذي وضعوا فيه حماس وحماس كمنظمة إرهابية وبتعرف أنت اليوم الأمر كان عم بأجله قصة القوائم حيطلعوا قوائم بقادة حماس وحيطالبوا من الدول بأنه تقتل علاقات مع حماس وحيحاصروها يعني في الآن في تحالف دولي الآن سيدنا عم بيتشكل الآن في تحالف دولي تقود فرنسا الآن يتشكل لمحاربة حماس فبالتالي هناك سيناريو كبير لما بعد غزة إحنا يجب أن نعترف بأن هناك يعني دكتور أنت قبل شوية ذكرت أنه إحنا الوحيدين نتحدث بحل الدولتين الآن يجب أن نبحث لبلان بي خطة جديدة ماذا لو لم يتمكن أن نكون أمام حل الدولتين هناك الآن توجه لفصل القطاع عن الضفة هناك حديث الآن بأن الدولة الفلسطينية ستكون في قطاع غزة الآن بالمقابل سيدي هناك تآكل للدعم الدولي وهذا مؤشر يجب أن يتم العمل عليه تآكل الدعم الدولي دبلوماسي وغير الدبلوماسي باستثناء العسكري بعد ثلاثين يوم الآن من الحرب هناك تآكل الدعم الدولي لإسرائيل حتى داخل المجتمع الأمريكي قبل يومين كان هناك تقرير أصدرته جامعة هارفرد تحدثت عن نسبة 48% من الشباب الأمريكيين الجدد يدعمون غزة ويدعمون حماس على تبرا أنها صاحبة حق هؤلاء لا يعرفون عن قضية فلسطين أي معلومات قديمة نفس النسبة من هؤلاء في جامعة هارفرد تحدثت بأنه يقفون أو يعارضون بالشدة موقف الرئيس بايدن من الحرب من الحرب هذه معلومات مهمة أيضا سيدي إذا بتسمح لي أضيف أيضا سريد أن نوقف عند هاي دكتوري نعم بعد إزمان الحمد فضل يعني أنا كمان أنا بدنا كمان نوضح شيء للإخوان المشاهدين أنا أكيد بدون شك هناك حرب روايات إعلامية وسياسية اليوم بتصير وفي البداية كانت الرواية الإسرائيلية طاغية ولاحقا تم تعديل المسأل أنا مبسوط كثير على الأردنيين اللي هما بدوا يكتبوا باللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا وإلى آخره واليوم فيه تغير كبير في مسألة الرواية مثل ما حكيت التقدير تبع حارض لحكي أنه الجيل الأمريكي الجديد وعفكرة بالمناسبة عم بخطوهم الأمريكان لقدام عم بيقولولهم يا أخو أنتو مش عارفين أنتو ما أنتو بتحكموا على اللي بتشوفوه أنتو كذا لكن أنا كمان ما بدي إحنا نروح بتسقف توقعاتنا بشكل كبير واضح إحنا عنا لوبي إسرائيلي صهيوني مهيمن متحالف مع الحركة الإنجليلية الأصولية في أمريكا أنا كنت أستمع على عضو بارز في مجلس النواب الأمريكي عم بخاطب المسؤول الإسرائيلي وأعتقد أنه كان السفير ويقوله إحنا مندعم إسرائيل مش فقط لأنه أنتو علاقتنا استراتيجية فيكم إحنا مندعم إسرائيل أنه هذا جزء من عقيدتنا ومن ديننا وعندك لما إجا وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى إسرائيل وقالهم أنا جايكو كابن محرقة يهودية ولما الرئيس بايدر استذكر قبل خمس أنت بتحكي عن وسائل إعلام وعن مؤسسات سياسية وعن 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 بتسدنا سياسات يصعب على مدى الآن في إنقاذ غزة يصعب أنه نتوقع أنه هذه يعني أنا بس كمرة كنت في فضائية فبتسألني فضائية دولية يعني بتسألني المذيع أنه هل تعتقد أنه يعني رح تؤثر قصة مطالبة الإدارة الأمريكية التمييز بين المدنيين وبين قلت طبعا رح تؤثر بشكل كبير يعني لأنهم قاعدين بسألوا أربع قاعدين بسألوا أربع تلاف طفل صغير بسألهم كل واحد أنت حماس ولا مش حماس أنت حماس ولا مش حماس مجزوا بين قتل طفل صغير وقتل طفل صغير أنا بعتقد كل هذا اللي يذر الرماد في العيون يعني بمعنى أنه هناك قرار إسرائيلي أمريكي بأهداف معينة بمصالح معينة يعني يعني دعنا نعترف دعنا نعترف أنه إسرائيل الآن تعيش حالة مأزومة خلال العشر سنين اللي مضوا إسرائيل يعني دعني أقول كادت أن تكون مقبولة في الشارع العربي بعد الحرب على غزة والهمجية اللي إحنا بنشوفها سيدنا إسرائيل الآن في حالة مأزومة في الشرق الأوسط كاملا سيدي المؤشر معادات السامية الآن بلغ أغلى درجاته الآن بشدة ارتفع بمؤشر مايوربي مرصد مراقبة معادات السامية عبر الإنترنت على مستوى العالم التراكينج هذا اللي بتابعه الآن إحنا النسبة اليوم وصلت لألف ومئتين بالمئة معادات السامية ماذا يعني معادات السامية؟ بسبب أفعال إسرائيل هي مجموعة الأعمال التي تدعو للعنف ضد الإسرائيليين ضد اليهود على مستوى العالم الآن إسرائيل يجب أن نعترف بأن هذه الحرب حولت إسرائيل إلى حالة مأزومة في الشرق الأوسط نعم هناك لوبي صهيوني ولوبي أنجلو أمريكي لكن إسرائيل الآن سيدي مأزومة بسبب هذه الحرب في الشرق الأوسط على مستوى العالم الآن الدعوة لمعادات السامية والدعوة إلى العنف ضد اليهود في كل أنحاء هل تعلم أن هناك حالات اعتداء على يهود في أمريكا حصلت خلال اليومين وبالأمس تم طعن سيدات يهوديات في فرنسا وقبل أسبوع لاحظنا الهجوم في داغستان الهجوم الجماهيري على الطائرة الإسرائيلية ما هذا اللي بحكي عنها؟ هذه الحالة المأزومة تعيشة سيدي إسرائيل لا يمكن أن نأخذها لجب أن نأخذها بعين الاعتبار هذه الرديكالية اللي بحكي عنها أنا قلت لك أنا بتوقع تقديري أنه إحنا أمام موجة كبيرة من الراديكالية التي تنظر إلى بالطرفين بالضبط وصدام حضارات أنت اليوم ما حدث في غزة هو أعاد صدام الحضارات إلى قلبي وبتعرف صدام الحضارات بالنسبة لداعش هي الثيمة التي ينطلق منها الحال تنظيمه سواء كنا نحكي عن داعش أو غير داعش بس اليوم أنا بحكي لك أنه لا اللي بتحكي أنت صح أنا ما بختلف معك فيه جيل جديد غاضب محتقن محبط هذه الصور اللي بنشوفها كل يوم على التلفزيون الأطفال والنساء والعالم هذه ستخزن وأنت وأنا وإياك إحنا قاعدين يعني بنحكي بالمعارفة والعلم وكذا مش قادرين نفصل عواطفنا عن اللي بصير ولا قادرين نفصل أحاسيسنا ومشاعرنا عن اللي بصير فتخيل جيل جديد من الشباب الصغير كيف بنظر إلى ما يحدث اليوم سواء كان بفلسطين الذين سيدفعوا الثمن غالي بفلسطين ولا بالضفة الغربية ولا بالعالم العربي ولا بالعالم الإسلامي ولا حتى المسلمين في أوروبا اللي هم نفسهم انصدموا بهذه المواقف السياسية التي لم يكن لها سابقا في هذا الموضوع تحديدا مهم جدا التوجه الأوروبي والأمريكي لكن قبل ذلك وذكرت معادلات بتوع إبراهيم على موضوع التدمير وحجم موازين القوى والضعف في الطرفين واليوم دائما منسأل سؤال عسكريا ماذا بعد وهل حماس قادر على الصمود هل جيش الاحتلال بكل ما يملك من عتادي اليوم قادر على تحمل الخسائر اللي عم بتكبدها اليوم سيدي الآن إسرائيل تسعى إلى أمامها واحد من خيارين إما إعادة السيطرة على القطاع أو إعادة احتلال القطاع إعادة احتلال القطاع هاي فرضية إحنا استبعدناها من بداية الحرب لأنها تكلفتها كبيرة على الإسرائيليين هي تسعى الآن إلى إعادة السيطرة وليس على كل القطاع هي تريد إعادة السيطرة على منطقة شمال القطاع هلأ لماذا شمال القطاع لعدة أسباب أولا إسرائيل تعتقد بأن شبكة أنفاق حماس وتمركز حماس وقدرتها على إطلاق الصواريخ ينطلق من شمال القطاع أكثر منه في الجنوب وأقرب إلى منطقة الغلف هذا واحد الأمر الثاني تعتبر بأن منطقة شمال القطاع هي المنطقة العازلة هي تسعى إسرائيل إلى ماذا الآن تنشئ منطقة عازلة أمنيا بغض النظر هي الآن بالأمس بن يمين نتنياهو قال بأنه يريد أن يبقى المسائل الأمنية في قطاع غزة في الشمال حتى بعد الحرب فيما لو تمكن من الانتصار على المقاومة تبقى في يد إسرائيل هذه الضفة الغربي يعني حتى لو أعادوا السلطة الفلسطينية رح يكون في دور إسرائيلي أمني كبير في شمال القطاع 100% سنة فهي تسعى لإقامة منطقة معجولة في الشمال لماذا هذه المنطقة تريد أن تعمل شريط عازل ما بين مستوطنات القطاع وما بين شمال القطاع اللي هي المنطقة التي تواجد فيها حماس الآن سيدي إذا ما تمكنت إسرائيل بدخول شمال القطاع والسيطرة على هذه المنطقة حتما ستكون هناك مواجهة قوية جدا لأنه أنا تقديري بأن المقاومة الآن تملك خطة دفاعية أكبر من الخطة الهجومية شبكة الأنفاق لإسرائيل اليوم تقول بأنها ستعمل على قصفة بقذائف وتدمير هذه التحصينات ليس بالأمر الساهل شبكة الحماس ليست شبكة تقليدية هناك أنفاق معدى للصواريخ هناك أنفاق معدى للهجوم للنخبة هناك أنفاق معدى للحركة السريعة بمعنى أنه إسرائيل ستحتاج بتقديري إذا استخدمت النموذج التدخلات البرية المدة لا تقل عن ستة أشهر لكن حتما إسرائيل لا تتحمل الحرب أكثر من شهر قادم الأمريكان الآن سيضغطوا على إسرائيل أنه ينهى الحرب بشراء ليس إنهوها لصالح ليش عشان نتفق الأمريكان زي المحترين عشان نكون صريحين اليوم ما عاد شي مخبة يوم بقولوا أمريكان بلعبوا علىهم لسي دنا الأمريكان أنا خايف من الهدنة لسي دنا هلأ موضوع الهدنة وإيقافة وهي ورقة إعلامية بسبب الضغط الشارع الأمريكي لكن أنا تقديري بأن أمريكا تريد إطالة أمد الحرب تتفق مع ذلك؟ أمريكا تريد إطالة أنا بعتقد أمريكا تتفق مع فكرة رئيسية وخطيرة الفكرة الرئيسية أنه طوفان الأقصى بشكل رئيسي طوفان الأقصى حق يعني دمرت شيء خطير جدا دمرت شيئين خطيرين جدا الأمر الأول طبعا قبلهم ثلاثة أشياء الأمر الأول نظرية الردع الإسرائيلية نسفتها بشكل كبير جدا الثاني وهو الأخطر صورة إسرائيل لدى المواطني الإسرائيل صورة إسرائيل القوية الرهيبة روميس لاند الآمنة إلخ 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 وبالتالي شفت أنت اللي بتحكي عنه عمرية محاولة الفرار والهروب واليوم في جدل في إسرائيل أزمة كبيرة جدا قبل بدأت والآن تستمر والجانب التالي تصورة إسرائيل في المنطقة العربية لأنه بتعرف التطبيع العربي الإسرائيلي كان مرتبط أنه إسرائيل إسرائيل بديلا لأمريكا في مواجهة إيران يعني كانت هذه الفكرة فإنت لما جئت دمرت كل هذا أنا بتقديره ولذلك شفت الأمريكان دخلوا اليوم اللي بدير غرفة العمليات مش إسرائيليين فقط إسرائيليين وأمريكان وبريطانيين يعني هذه معركة أمريكا أمريكا لم تدخل في حرب بالطريقة هذه بالحروب العربية الإسرائيلية مثل ما دخلت في العدوان الحالي على غزة ولذلك أنا بعتقد أمريكا دارة الرئيس بايدن ما بتحب نتنياهو صحيح بده يرجع يسيطر على القرار الإسرائيلي بده يرجع يضع نتنياهو تحت العباء الأمريكية تمهيدا لترويحة نتنياهو لكن بنفس الوقت معنيين مثل ما هم الإسرائيلي معنيين بإنهاء حماس بدرجة كبيرة في غزة وبدأ مشروع سياسي ما بعد غزة هذا على الأقل هلأ التكتيك بيختلف يعني أنت شفت الرئيس محمود عباس في البداية قال لك نحن نرفض أن أتي على دبابة أمريكية عفواً إسرائيلية لغزة شو تصريحات بعد بلينكين تسريبات للصحف الأمريكية محمد أزيح و حماس تصريحات تسريبات الصحف الأمريكية حتى أزيح و حماس و سنعود إلى غزة و لم تنفي السلطة الفلسطينية وأنا أعتقد هذا فخ وقع فيه الرئيس عباس فخ أوقعوا فيه لأنه هو أصلا شعبيته 15-20% راحوا بعد هذا التصريحات سيدي الآن أنا بس اللي بدي أحكيه أنه فيه توافق أنا أسفل خد وقتك أنا اللي بدي أحكيه أنه فيه توافق استراتيجي أمريكي إسرائيلي على هذا الشيء على موضوع إنهاء بدرجة كبيرة موضوع حماس في غزة مش بالضرورة متفقين على كل الأهداف ولكن بدرجة رئيسية متفقين على أنه حماس لا يجوز أن تبقى تشكل خطراً وتهديداً لأمان إسرائيل أنا بدي أسمع منك تعقيبك على هذا الموضوع أنه أمر كان بحيروك حيروك أقول لك إحنا والله نريد هدنة إنسانية ومرات آمنة ولكن لا نريد وقف إطلاق نار لأنه وقف إطلاق النار اليوم يسمح لحماس بإعادة تنظيم وترتيب صفوفها سيدي المؤشر تقدير الموقف اللي هو السؤال التالي هل نحن أمام حرب محدودة أم حرب طويلة الأمد أنا تقديري بأن حرب غزة طويلة الأمد حتى وإن حصلنا خلال أتوقع الثمانية وربعين ساعة القادمة حاسمات الحصول على هدنة إنسانية مؤقتة طبعاً شرط حماس بتبييد السجون الإسرائيلي أتوقع إسرائيل لن توافق عليه أيضاً إسرائيل لا تأبه بالاً إلى موضوع الأسرى الإسرائيليين وإن كانت تستخدمها ورقة في موضوع القصف العنيف استخدمها إعلامياً استخدمها إعلامياً لأنه بدليل للآن تقصف للآن تقديري ربما حسب التقديرات التي صدرت عن حماس بأنه 62 قتلوا و23 ما زالوا تحت الأنقاذ إسرائيليين من الأسرى الإسرائيليين فالآن سيدي الفكرة وهم يروجون في وسائل الإلام الغربية عشان نتفك سيان أن تفرد مساحة إنسانية لمختطفين غلاب الغزة وكأن الأمر يعني لم ينتهي عشان نتفك يعني يسوقون الأمر إعلامياً كورقة ضاغطة باستخدمها ورقة ضاغطة لكن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب إسرائيل اتخذت في مجلس الحرب أو حكومة الحرب الإسرائيل اتخذت قراراً تريد غزة بلا حماس هذا قرارها الآن المواطيات على الأرض قد تختلف الآن حتى تتمكن من حماس يجب أن تخوض حرباً طويلة الأمد تتجاوز الستة أشهر الآن تقديري إسرائيل لا تستطيع استمرار في هذه الحرب بهذه الطريقة لأكثر من شهر قادم كيف تغير شكل الحرب؟ أنت اليوم إذا ما دخلت على الأرض وأنت أقول لك شغل عشان نتفك وعلى هذه الطاولة ذكر أكثر من محلل وعلى كل المحطات العربية والغربية وماذا حماس فكرة وليس أمر يمكن اشتثاثه من غزة سيدي الآن 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 وهذا لازم الراقب في خلاب 11-11 قمة الرياض الآن في حديث مهم أنه ليس بالضرورة الآن أن تطول أمد الحرب بمعنى يستمر القصف ستة أشهر إسرائيل لا تتحمل أيضا حماس المقاومة لا يمكن أن تتحمل التقديرات واضحة بهذا الكلام الآن ماذا نعني بإطالة أمد الحرب؟ الآن هناك تقديرات بأنه نتحدث بغزة من غير حماس الآن وأرجو أن المشاهد يأخذ كلامنا بطريقة مجردة حماس تسعى للهدنة أكثر من إسرائيل طبعا أكيد وهذا تصريح لإسماعيل هنية قبل يومين أو ثلاثة تحدث بأنه لدينا استعداد لدخول العملية السلمية العملية السياسية وقبل حل الدولتين الآن وهذه تقديراتي بأن أكتب أهيم هو يعاني عنده عشر تلاف شهيد هذا اللي أحكي لك يا سيدنا معنى عملية سبعة أكتوبر هذا اللي بدأ وصل لك يا أخي معمد عملية سبعة أكتوبر الآن تقديراتي أنا بأن كتائب القسام لم تتوقع هذا الحجم من الدمار أو أن الحرب ستطول أكثر من ذلك يا دكتور في حد توقع لا سيدنا بالعادة إحنا أنا متفق معك أنا متفق معك خذ قياس أنا أفكر فيها في حد توقع أنه اليوم بالقرن الواحد والعشرين يصير ما حدث أنه العالم كله يتفرج على أربعة آلاف طفل يقتلوا يتفرج على مدن كاملة عمرات سكنية تهدم فوق الناس مستشفيات تضرب يعني أنا أعتقد أنه ما كان في أي حد لا سيدنا أنا ماذا قصدت ماذا قصدت أنه لم نتوقع الآن أنت خذ من الألفين وشتة ومواجهة ألفين واربع طاعش خذ كل المواجهات التي حدثت بين حماس قوة المقاومة وإسرائيل ستجد بأنها لا تتجاوز ثلاثة إلى خمسة إلى سبع عشرة أيام باستثناء حرب ألفين واربع طاش اللي كان الجيش الإسرائيلي يحاول إعادة احتلال القطاع وفشل وانسحب الآن إذا خذنا قياس سيدي على كل محاولات المواجهة تقديرات المقاومة كانت بأنه لا تتجاوز من ثلاثة إلى خمسة إلى سبع أيام قصف ثم نعود إلى هدنة ثم نعود إلى تبادل أسرة ودعم جديد أو إثبات موقف على الأرض الآن التقديرات اللي حصلت بعد سبع أكتوبر لم تكن في حسابات المقاومة بأنه نستمر ثلاثين يوم أكثر من أهلان هدعشر ألف شهيد تقريباً مع اليوم عندك أربعة آلاف مفقود الآن إذا أخذنا سيدي مطلب المقاومة مطلب حماس بأنه تسليم الأسرة الإسرائيليين مقابل تبيض السجون الإسرائيلية من السجون أو الأسرة الفلسطينيين لدينا ألف وستمائة أسير فلسطيني إذا بدأ أخذها كأرقى سبع تلاف سبع تلاف هذول الإجداد سيدي هذول الإجداد الآن الحديث عن الإجداد لا 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 حماس بدأت تحدث عن تبيض كامل لسي أن إسرائيل وتنتهي بآخر شب صغير لسي أن إسرائيل رفضت عهد التميدي هذا الطرح سيدي تم مناقشته بالمفاوضات شبه السرية التي تمت بقطر بوساطة مصرية ورفضت إسرائيل تبيض السجون السبع آلاف أكيد سيدين تتحدث الآن الحديث عن الألف وستمائة اللي تم القبض عليهم من قبل إسرائيل أو أشرهم خلال الضفة خلينا نتفعه وياك دكتور معلش بعيدا لا أمثل موقفا لكن حماس لن تقبل بألف وستمائة ما هذا سيدي بدليل أنها فشلت دفعت تمنا باهضا اليوم من دماء أبناء غزة سيدي فشلت المفاوضات غير المباشرة بهذا الحديث قبل أسبوع فشلت المفاوضات غير المباشرة بموضوع إسرائيل رفضت تبيض السجون وحماس رفضت التسليم مقابل لألف وستمائة أسير الكلام تحكيه صح بس أنا بحكي للأسف هذه الحرب اللي بتصير لا يوجد فيها احتمال كبير لتسوية ما بين بلا رابح وخاسر هي حرب تتجه اللي رابح وخاسر والرابح والخاسر مسألة وجودية لكل الطرقين يعني بالنسبة لإسرائيل مسألة مسألة وجودية وراءها الغرب أمريكا أوروبا كل الماكنة العسكرية الآلة العسكرية وحماس اللي انت سألت أنا بأعتقد فيه هناك كم كبير من الأسئلة حول حسابات حماس قبل المعركة وبعد المعركة بمعنى هل كانت تتوقع مثلا رد الفعل الإسرائيلي ولا كانت تتوقع هل كانت توقع الانتصار الكبير اللي تحقق في الطوفان ولا كانت اتفاجأت فيه لأنه فيه كلام حتى لقادة حماس السياسيين بيقولك احنا كنا اتفاجأنا بانهيار فرقة غزة هل كانت تتوقع موقفا مختلفا من حلف الممانعة وأنه كان في حديث عن اجتماعات قبل طوفان الأقصى اجتماعات في بيروت وتنسيق وخطط وهذه كلها بتتوقع محدودة طويلة الأمد ربما سكون هناك هدنة إنسانية لفترة مؤقتة لغاية المساعدات الإنسانية فقط بسمود المقاومة نعتز فيه ويعني هذا شيء لا نختلف عليه لكن تقديري بأنه اللاعبين في ورقة غزة هم أكبر من موضوع المقاومة وإسرائيل ربما ربما إما أن نتحدث غزة ما بعد حماس أو نتحدث عن غزة زي ما نتفضل للدكتور أنه لا يمكن اشتثاثها لأنها فكر نتحدث غزة مع حماس لكن بجزء من العملية السلمية اللي ممكن تطرح وإذا سمحت لي أضيف لك لأنه البعض رح يقول ما هو مصنفة إرهابيا بنعيد نذكر بالمربع الأول بأن منظمة التحرير الفصلية كانت في يوم من الأيام مصنفة إرهابيا ثم جلست للتفاوت شف يا جوابا إحنا هناك أمامك سيناريو هان سيناريو طالبان وسيناريو داعش سيناريو داعش الذي طرحته طبعا حماس تختلف عن النموذجين عشان يكون سيناريو داعش ساوت له الفريمورك إسرائيل بشكل رئيسه ويمشوا مع الأميركان وإلى آخره معنا الخيار الوحيد معهم الاشتثاث ولا خيار آخر ولكن السيناريو الآخر أنه طالبان بمعنى أنه أنتوا كنتوا حطيتوها واشتاحتوا أفغانستان وقتلتوا الناس وأنهيتوا حكم طالبان وبعد عشرين سنة اضطريتوا ترجعوا تحكوا مع طالبان فيعني أحد يعني أحد السيناريوهات مش حماس مثل هذه ولكن أحد السيناريوهات كان نماذج سياسية استراتيجية أنا اللي اللي بحكيه بدرجة رئيسية إحنا أمام شيء على المدى القريب وشيء على المدى البعيد الشيء على المدى البعيد برد أكرر محمد إحنا أمام موجة خطيرة كبيرة جاي من الراديكالية رح تشتاح المنطقة أمام عملية إعادة ترسيم الشرق الأوسط في المنطقة كلها ياتها وليس فقط في غزة أمام مستقبل الضفة الغربية وأمام مصالح استراتيجية لكل الدولة نقطة التحول الكبيرة كانت خطاب حسن نصر الله كان خطاب حسن نصر الله نقطة التحول في حسابات كل الأطراف الدولية والإقليم نعم أشكرا كل الشكر أتور محمد أتور إبراهيم أشكرا أشكرا